دعوة للسفر وفسحة ساحرة للموسيقى جولة مهرجان جناوة تحط رحالها بالرباط في محطتها الأخيرة تجذب عشاق هذا الفن العريق وتقدم مزيجا موسيقيا فريدا بعد سنتين من الغياب فردتها الجائحة الجولة تجمع ثلة من كبار معلمي جناوة مع موسيقيين عالميين مشهورين في سياق حفلات المزج اليوم ما رأى فرحان زعمها بزاف حيث الحمد لله فيستيفال سويرة جايزة عدنا للمرباط وهذا المبادرة الدارس عدى ربعا دي المدون كي الناس اللي ما تقدرش طلع ديبا في هذا الوقت هذا والحمد لله جات الدورة للرباط باش نتسمت صعوفه في هذا اليومين دي الفيستيفال اليوم غادين لعبوا واحد الريبرتوار اللي حاولت كيفاش ندخل تساقناويس معاهم في مسائل ديال الجاز وغادين يعيشوا اليوم حالشي ما كيين في الاتسمرين لوالو ولكن كيين الروح بينتنا اليوم غاد يكون حفل مشترك بين بزاف ديال الفنانين فبنسبالي أنا غادين غايكون عارب ديالي مع المعلم القناوي السي حميد القصري ولكن تخباسيست أفي شاي كوين دونك اليوم غادي يكون مزج ما بين الأنماط الموسيقية ديالنا بثلاثة هؤلاء الفنانون يطلقون العنان لمواهبهم ويشاركون الجمهور شغفهم بالموسيقى من خلال إحياء خمس حفلات بمسرح محمد الخامس بالرباط على مدى يومين هذه الدورة كانت سابقة لأنه دورة ستنائية جاءت من بعد العطيرات في اليونيسكو بالفن القناوي تقرر بس تكون هاد الريحلة هاد لحاولنا بس نقرب منها المعلمين في مختلف المدن مراكش طاربدة صويرها للرباط وكانت منه ما تكونش هي الأخيرة لأنه كينين غناوة في المغرب كامل مهرجان غناوة مشروع ثقافي متنقل عبر عدة مدن بالمملكة هو أحد أهم الأحداث الفنية في الساحة الثقافية المغربية والدولية المهرجان يحدث بهذا التراث المغربي الذي يشكل أحد مقاومات الهوية والثقافة المغربية اشتركوا في القناة